موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اهلا بيكو شباب في كورس مميز ورائع وجديد عن المحاسبة المالية ان شاء الله هنتعلم في اهم المهارات اللي هتخلي كل واحد فينا محاسب بحق وما يبقاش فقط مدخل بيانات هنتعلم مع بعض وهنشتغل على ملفات من شركات جهزة هيكون ورشة عمل مش مجرد كورس حرارك هتطبق فيه باديك كتير جدا جدا وان شاء الله المعلومات اللي فيها هتكون قيمة انسى كل اللي انت اخدته قبل كده في الجامعة حالك كورية تجارة او ايا كانت الكلية اللي انت متخرج منها وعايز تفهم يعني ايه محاسبة صح تابع معنا الكورس ده ان شاء الله هيفيدك كتير. كمان يا شباب ما تنسوش اذا عجبكم الكورس ما تعملو له مع اصحابكم علشان يكون ده آآ زكاة وعلم ينتفع به في ميزان حسناتكم جميعا. اول حاجة هنتكلم فيها ان شاء الله هي قيود اليومية والترحيل للدفاتر المساعدة هنفهم يعني ايه يومية امريكية يعني ايه تسويات جردية يعني ايه قوائم مالية وايه هي قيود الاقفال هنفهم ايه هي فكرة المدين والدين في المحاسبة في الاول هنعرف ايه ازاي نميز ما بين الحاجتين دول علم المحاسبة قائم على ايه ايه الاساسيات اللي لازم تكون موجودة عند اي محاسب شاطر وفاهم مش مجرد مدخل للبيانات اولا فكرة المدين والدين دلوقتي تعالوا ناخد مثال بسيط جدا لو انا استلفت من حضرتك او حضرتك مبلغ من المال اصبح دلوقتي حضرتك مدينني بالمبلغ ده انا مدين ليك مدين ليك بالفلوس وحضرتك داين ليه بالفلوس دي ازا في طرف اده في طرف اده اللي هو حضرتك وبالتالي انت بتبقى داين وفي طرف خد اللي هو انا وبالتالي الطرف ده هو مدين بالفلوس اللي هو خدها ده بمنتهى البساطة المفهوم بتاع كلمة مدين وداين اي عملية محاسبية شباب لازم يكون لها شرطين اي عملية محاسبية لازم يكون لها طرفين مستقلين ولازم تكون العملية حصلت فعلا ما يبقاش انا ناوي مسلا اشتري الات ومعدات فهروح اسجلها في الدفاتر ما بسجلش في الدفاتر الا عمليات قائمة بذاتها اه وحدست بالفعل علشان كده في فكرة اسمها نظرية القيد المزدوج ايه نظرية القيد المزدوج دي في المحاسبة الفكرة دي شباب بيترتب عليها حركتين حركة مدينة وحركة داينة طبعا ملف العمل اللي احنا شغالين عليه ازا حضرتك محتاجه هتسيب اه الايميل الخاص بيك في التعليقات اسفل الفيديو هبعط لك ان شاء الله الماتيريال الخاصة بيه وكمان في ماتيريال تانية مميزة جدا تقدر حضرتك تذاكر منها المحاسبة معنا في الكورس ان شاء الله دلوقتي انا شركة تمام اه وراجل صاحب الشركة قرر ان هو ينشئ شركة قرر ان هو ينشئ شركة اصبح هناك شخصين شخص معنوي اللي هو انا كصاحب شركة وشخص اعتباري اللي هي الشركة اللي اتعملت يعني معنى كده ان الشركة اصبح لها شخصية مستقلة عن صاحب الشركة شخصية اعتبارية علشان اعرف اسجل شباب القيود ان القيد زي ما قلنا بيبقى معتمد على حاجتين او طرفين ازاي هيبقى شخص واحد وهيسجل طرفين لازم يكون قدامه شخص اخر فعلشان كده نشأت فكرة الشخصية الاعتبارية انا حطيت مبلغ مسلا خمسين الف جنيه علشان اقسس شركة هيكون القيد من حساب النقدية الى حساب رأس المال بمبلغ خمسين الف وهنفهم يعني ايه من حساب النقدية ويعني ايه من الى حساب رأس المال في الفترات اللي جاية ان شاء الله. اه عند سحب اموال من رأس المال لو انا مسلا جيت سحبت فلوس من رأس مال الشركة هعمل حاجة اسمها قيد عكسي هيبقى من حساب رأس المال الى حساب النقدية هنفهم طبيعة الحسابات ايه هي الحسابات اللي طبيعتها مدينة فبالتالي لما تزيد بتبقى مدينة وايه هي الحسابات اللي طبيعتها دينة فلما بتزيد بتبقى دينة طيب ولو قلت الحسابات يا شباب اللي طبيعتها مدينة بتنعكس طبيعتها بدل ما هي مدينة بتبقى دينة وبدل ما هي دينة بتبقى مدينة مش عايزين نستعجل ونخش في الكلام ده احنا هنفهمه واحدة واحدة ان شاء الله خلال آآ المحاضرة آآ اللي احنا شغالين فيها بازن الله. هاي بيبقى ايه لما مفهوم المحاسبة? اذا مفهوم المحاسبة هي تعامل ما بين طرفين. ممكن التعامل ده هيبقى تعامل نقدي كاش او تعامل عن طريق الاجل. حاجة اجلة. مسلا انا رايح اشتري آآ مكنة تصوير. مكنة التصوير دي انا هدفع فلوسها. فاصبح ده تعامل اسمه تعامل نقدي. فيه التعامل ده لو انا اشتريت المكنة بالاجل فيبقى التعامل اسمه تعامل آآ بالاجل او تعامل في قاعدة في القيود اليومية قاعدة سحرية في المحاسبة بتقول ايه? بتقول ما يزيد هيكون مدين وما ينقص هيكون داين طبعا حسب طبيعة الحساب. يعني لو طبيعة الحساب شباب مدينة زي مسلا النقدية. النقدية دي اصل. والاصول طبيعتها مدينة. طيب الاصل يزاد فهيبقى طبيعته مدينة فهيبقى زي ما هو مدين. طيب الاصل قل بعكس الطبيعة بتاعته. لو الاصل قل بتتعكس الطبيعة بتاعته بدل مدينة بيبقى داين. هنفهم برضو واحدة واحدة في الامثلة اللي جاي. حساب النقدية مسلا. انا دلوقتي محاسب في شركة وحصلت فلوس من العميل نظير خدمة الشركة ديتهاية لهو راجل مسلا طالع آآ في شركة سياحة عندنا آآ طالع مسلا يعمل عمرة. فبدا جيه دفع الفلوس مقابل ان هو هيطلع العمرة. انا اخدت الفلوس منه وحطتها في الخزنة. انا اخدت منه الفلوس وحطتها في الخزنة. آآ كان في الخزنة في ميت كان في الف جنيه في الخزنة. اصبحت انا مدين للعميل ده بالالفين جنيه دول آآ مقابل الالفين جنيه بتدي له الخدمة بقى مقابل الدين ده بتديه الخدمة بخليه يطلع العمرة او بخليه يروح الرحلة اللي هو عايز يروح. هيبقى القيد من حساب الخزينة او من حساب الصندوق او من حساب النقدية الى حساب اه زي ما هنشوف قدام شوية اه مش موضوعنا دلوقتي. بس انا دلوقتي فيه اصل عندي زاد اللي هو النقدية. فاصبح الاصل ده طبيعته مدينة. فبالتالي لما بيزيد بيفضل في نفس طبيعته في الجانب المدينة. قاعدة المحاسبية العملاقة اللي بيزيد بيبقى مدين حسب طبيعة الحساب. لو انا خرقت فلوس بقى من الخزينة لشرق لشرق ورق للشرك. هشتري ورق. اللي بينقص بقى داين حسب طبيعة الحساب. انا داين للناس بتوعي الورق بالفلوس اللي انا رحت ايه دفعتها لهم. فهم بيدوني الورق ده مقابل الدين اللي انا مدينه ليهم. انا بفصل بالزيادة كده شوية علشان الناس اللي عندها خلط في مفهوم اه الحساب المدين والحساب الدين وكمان لو حضرتك فاهم فاكيد بتراجع معانا المعلومات الاساسية وان شاء الله هنتعمك وهنخش في اه كل ما هو مميز ومفيد بازن اه حساب النقدية هنا او حساب الخزينة او حساب البنك قال. فبالتالي بقى داين. دوري في الموضوع ده كمحاسب هو الاوراق والاختام والتسجيل لكل حدث محاسبي يتم عن طريق مستند. ما ينفعش طبعا يا شباب اني اتعامل شفاهيا في اي عملية تمت في الشركة. لازم اي عملية تتم في الشركة بما اني محاسب اقوم بتسجيلها على الدفاتر او جوه شيتات الاكسل زي ما هنتعلم ان شاء الله المحاسبة عن طريق كتابة على الاكسل بالدوال والمعادلات. في ست خطوات رئيسية لحضرتك كمحاسب لازم تكون عارفة. ست خطوات رئيسية لازم حضرتك تكون عارفة. اول حاجة لازم يكون فيه مستند. يبقى لو فيه مسلا عملية شراء لبضاعة بالشركة لازم ان انا اسجل ده عن طريق مستند. بقى انت في ايديك مستند. نقوم بقيود اليومية حسب الايه المستند. وبالتالي لما بسجل في القيود بيظهر معي حاجة اسمها كشف الحساب او حساب الاستاذ اللي بيتم فيه تجميع ما تم على الحسابات خلال مسلا الفترة الزمنية اللي هي شهر. فانا مسلا من حساب النقدية اه تم تحصيل مبالغ من عميل سيد وحسين وعلي وخالد. فسجلت هذه العمليات بالمستندات في قيود اليومية. جيت اخر الشهر جمعت الكلام ده في حاجة اسمها كشف الحساب علشان اعرف الاجماليات اللي تعاملت الى كل حساب. بعد كده بنقوم بميزان المراجعة. ميزان المراجعة بيبقى فيه ما هو ميزان المراجعة. ميزان المراجعة ده اللي بيتم التجميع فيه الارصدة اللي تعاملت من حساب الاستاذ بننقلها لميزان المراجعة. وفي حاجة اسمها ميزان المراجعة ما قبل الحسابات الختمية. ايه هي الحسابات الختمية اللي هي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وفي ميزان مراجعة ما بعد الحسابات الختمية هنتكلم برضو في الكلام ده اه وفيه طريقتين هنحسب بهم ميزان مراجعة طريقة اسمها طريقة الارصدة وطريقة المجامعة يبقى تلات حاجات رئيسية حراك عليهم دلوقتي ان في حاجة اسمها قيود يومية قيود اليومية دي بتعمل في اليومية الامريكية بتتجمع في حساب الاستاذ وبناخد التجميعات بتاعت حساب الاستاذ دي بنحطها في ميزان المراجعة ومنه بننشئ الحسابات الختمية اه الميزانية يا شباب بعد ميزان المراجعة بنقوم بقى ميزان مراجعة ما بعد الحسابات الختمية بعد ما بنخلصه بناخد منه الارقام وبنحطها في الميزانية طيب كشف الحساب ممكن يكون شكله عامل ازاي كشف حساب مسلا الاستاذ بيكون في جنبين جانب مدين وجانب دين وفي الرصيد والبيان اللي بيتعمل هنشوف طبعا تطبيق عملي على الامثلة دي كلها في اه امثلة اللي جاية بازن الله. يبقى المحاسبة الشماب دلوقتي اسلوب علمي بنسجل بيه الاحداث اليومية اللي بتحصل داخل اي شركة بيتم عرض نتائج النشاط وموقف الشركة في شكل قوائم وتقارير بتفيد المهتمين. في ناس بتهتم بعلم المحاسبة اللي حضراتك بتعمله كشركة. يبقى انت مش بتسجل مجرد بتسجل لنفسك. لا ده في ناس تانية بتيجي. يا اما النهاية بتراقب على شغلك او بتاخد البيانات دي علشان تعرف موقف الشركة المالي وايه هي طبيعة الشغل بتاعها هل بتكسب هل بتخسر. طيب مين هم المهتمين وليه اصلا احنا بندرس علم المحاسبة? المهتمين يا شباب هم الشركاء في اي مشروع. اي واحد حضرتك جي شاركك في مشروع او شارك حضرتك في مشروع فهو شريك. من حقه ان هو يطلع ويعرف احنا كسبنا احنا خسرنا احنا رايحين فين. مصلحة الضرائب كمان مهتمة ان هي تعرف موقف الشركة وبالتالي تحسب عليها الضرائب بناء على اه ارقام الشركة بتحققها. البنوك اللي حرارك بتتعامل معاها مهتمة. الدائنين اللي يعطيين حضرتك قروض. ناس مسلفاك فلوس. محتاجة ان هي تعرف موقف الشركة والقيود اللي بتتم في الشركة وايه اللي طلع وايه اللي دخل جوه الشركة. يبقى مهم جدا نعرف مين هم المهتمين بعلم المحاسبة الخاص بالشركة بتاعتنا. وبرضو مهم نعرف ايه هي الانشطة اللي بتعمل في اي مشروع. اي مشروع يا شباب احنا حابين نعمله او نأسسه. هينقسم الى تلات عمليات رئيسية او تلات انشطة رئيسية. اول نشاط اسمه نشاط التمويل. تاني نشاط اسمه نشاط الاستثمار. تالت نشاط اسمه نشاط التشغيل. ايه هو نشاط التمويل? نشاط التمويل اول حاجة بفكر فيها بشوف انا هجيب الفلوس اللي هعمل بها المشروع دي منين? يا اما هتكون مصادر زاتية. مصادر الاموال يا اما مصادر زاتية اللي هو رأس المال بتاعي الخاص بيا. او مصادر خارجية اللي هم الغير اللي هم الدائنون الناس اللي مدياني فلوس علشان اشغلها في المشروع. تاني نشاط هو نشاط الاستثمار. ايه هو نشاط الاستثمار? اللي انا بستسمر من خلاله او بستخدم واوظف الفلوس اللي انا اخدتها من نشاط التمويل. اشتري بقى ممتلكات اشتري اجهزة اللي انا هستخدمها اه كشركة في المشروع بتاعي. بعد كده نشاط التشغيل هابدأ بقى اه اوظف واشغل الممتلكات اللي انا اشتريتها دي سواء كانت الات معدات اه مكان اي حاجة لانتاج الدخل واطلع اراد للشركة بتاعتي. باحنا دلوقتي فيهمنا ايه هي المحاسبة? مين المهتمين بعلم المحاسبة? يعني ايه مدين ودين? ايه هي الانشطة المختلفة لاي مشروع ومكملين مع بعض ان شاء الله معلومات مميزة جدا. تعالوا ناخد مثال على الكلام اللي احنا قلنا. مثلا هنأسس مشروع مكتب ترجمة. هنأسس مشروع مكتب هيقوم بالترجمة من اللغة الانجليزية للغة العربية. المشروع بتاعنا عملنا دراسة جدوى كده قلنا ان هو بيحتاج خمستاشر الف جنيه او خمستاشر الف ريال. احنا معانا من المبلغ ده عشر تلاف جنيه فقط. معانا عشر تلاف جنيه فقط. هنلجأ لايه بقى? هنلجأ لحاجة اسمها الغير. هلجأ للغير او هلجأ ليه ان حد يقردني اموال. فاذا انا هاعتمد في مصادر التمويل بتاعتي. يا اما على رأس المال بتاعي. يا اما هاعتمد على الاقتراض من الغير. فانا لعشر تلاف جنيه رأس المال بتاعي. وفي خمس تلاف جنيه قمت باقتراضهم من احد الاصدقاء مثلا. وكونت خمستاشر الف جنيه اللي محتاجهم المشروع. ده اسمه مصادر التمويل. طيب في النحية التانية حاجة اسمها استخدامات الاموال. طب انا هستخدم الاموال اللي انا اخدتها دي في ايه? في عندي تمن تلاف جنيه جبت بهم كمبيوترات. اجهزة كمبيوتر. في تلات تلاف جنيه ونص اخدت بهم اه اساس واشتريت اساس. في الفين جنيه جبت بهم طبعة علشان اطبع الاوراق. وفي الف جنيه مخزون قمت بشراء اوراق او قمت بشراء اه بضاعة مسلا كمخزون ليا اشغلها في المشروع بتاعي وابقى معايا طبعا خمسمائة جنيه فقط هي نقدية هتبقى سيولف جيبي علشان ازا احتاجت اي اموال. بالتالي الاجمال بتاعي هنا هيكون خمستاشر الف جنيه. الموضوع البسيط اللي انا كنت بتناقش مع حضراتكم فيه ده هو الميزانية. تخيل حضرتك ان هي دي الميزانية. تنقسم الى حاجتين. حاجة اسمها استخدامات الاموال وحاجة اسمها مصادر التمويل. افهم معايا قبل ما نخش في فكرة الاصول السابتة والاصول المتدولة. وحقوق الملكية والخصوم. افهم معايا ان الحاجات اللي على اليمين في الميزانية اسمها استخدامات الاموال والحاجات اللي على الشمال اسمها مصادر التمويل. بحيس حضرتك تبقى فاهم ايه هي الميزانية ما نبقاش حافظين خطوات وفقت. اذا الميزانية يا شباب بتنقسم الى حاجتين. الميزانية بتنقسم لاستخدامات اموال اللي هي ببقى اسمها الاصول. استخدامات الاموال دي اسمها ايه? اسمها اصول. الاصول بتاعتي. وتاني حاجة مصادر الاموال بتنقسم الى حاجتين. هي حقوق الملكية اللي هي المصادر الزاتية ده رأس المال بتاعي. او مصادر اموال من الغير اللي انا اقتردت من الغير فاصبح اسمهم الخصوم وبالتالي نشأت المعادلة الرئيسية في علم المحاسبة ان الاصول بتساوي حقوق الملكية زائد الخصوم. شايفين يا شباب الفهم حلو ازاي? احنا مش دخلين في الموضوع على طول. الاصول تساوي حقوق الملكية زائد الخصوم. تتكون الميزانية من جانبين. الجانب الايمن هو الاستثمارات قصيرة الاجل والاستثمارات والاصول طويلة الاجل. والجانب اليسار حقوق الملكية. لا احنا مش عايزين نحفظ. احنا عايزين نفهم محاسبة. فحتى لو حضرتك راجل محاسب بقالك خبرة مسلا ما شاء الله عشر سنوات او خمس سنوات. ابدأ الكورس من بدايته. راجع على المعلومات وزود كمان آآ معرفة بالاساسيات اللي احنا هنتكلم فيها بازن الله. تعالوا ناخد تمرين كده بسيطة شباب. انا عندي شركة سين. الشركة سين الاصول بتاعتها سبعين الف جنيه. والخصوم بتاعتها تلاتين الف جنيه. اه حقوق الملكية كان بقى. فانا طبعا وفقا للمعادلة بتاعتنا هيبقى الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. هبدأ ان انا اقول طبعا سبع سبعين الف ناقص تلاتين الف هيبقى حقوق الملكية باربعين الف. وهنا الشركة صاد الاصول بتاعتها تلاتين الف. الخصوم مجهولة حقوق الملكية الفين. طبعا هقول ان الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية هيبقى تلاتين الف ناقص عشرين الف هيبقى عشر تلاف وده مثال بسيط خالص على المعادلة الخاصة بالميزاني. طيب احنا دلوقتي فهمنا ايه هي الشخصية الاعتبالية? وقلنا ان طالما انا اسست شركة الشركة دي اصبح لها شخصية ومفاصلة عني لها زمة مالية مستقلة. طيب في اربع مفاهيم رئيسية هتميز المحاسب حلوة كلمة الفاهم عن مدخل البيانات. ايه هم الاربع مفاهيم دول? ركز معي. اول حاجة شباب في عندي حاجة اسمها الشراء بالاجل. لو انا اشتريت بالاجل. لو انا اشتريت بالاجل. بيبقى في عندي حاجتين. اما ان انا بتعهد كتابيا للراجل اللي انا خدت منه الطبعة مسلا بالاجل. اه مضيت على ورق. الورق دي اسمها كمبيالة. او اسمها اه اوراق دفع. الفلوس دي علي انا مضيتها وكتبتها له عشان انا هتفعله الفلوس دي. فبالتالي تسمى اوراق دفعة. اوراق دفع ايه هي? اوراق الدفع. اوراق الدفع دي تعهد كتابي علي التزام علي خصوم علي في الشركة. طيب. لو انا تعاملت مع الراجل ده اكتر من مرة وخلاص هو عرفني وعرف ان انا ملتزم وبتعامل معاه بجدية ما بقاش يمضيني على ورق او كمبيالات. فبالتالي اصبح اسمه هيبقى ان انا اتعامل معاه من غير اوراقه من غير ما امضي على حاجة فهي بقى اسمه بتعهد شفاوي. ان انا اه بتعهد له شفاويا اسدد المبلغ وبرضو ده بيبقى خصوم علي. يبقى اوراق الدفع والدائنون خصوم علي الفرق ما بينهم ان اوراق الدفع بتبقى بكمبيالة او بحاجة انا بكتبها الدائنون تعهد كتابي. في عندي برضو البيع بالاجل. لو انا هبيع بالاجل يا وبتعهد كتابي همضي الناس على شيكات او كمبيالات هتسمى اوراق الابض. دي فلوس ليا. اصول ليا. طيب لو بتعهد شفاوي يا شباب هيبقى اسمها ايه? هيبقى اسمها المدينون. بحنا فهمنا كده مفهوم الدائنون ومفهوم المدينون وجم منين? وايه الفرق بينهم وبين? اوراق الابض واوراق الدفع. ممتاز. في عندي بقى انواع مختلفة للاصول. ايه هي? اصول السبتة والاصول المتدولة. طبعا حضرتك هتقول لي طبعا انا عارف الكلام ده. تعالى نراجع ونفهم صح بدل ما نحفظ خطوات. ايه هي الاصول السبتة? الاصول السبتة دي اصول بتمتلكها الشركة بغرض الاستخدام لاكتر من سنة. والله يا فندم انا دلوقتي معايا اصل الاصل ده هو الى لانتاج مثلا الكبات. الى الى لانتاج الكبات. احنا بنشرب فيها المية. ده اصل انا شاريه. علشان استخدمه لاكتر من سنة. اصبح اصل سابت. طيب لو اصل انا عايز استخدمه برضو بس بغرض ايه? بغرض الاستخدام او البيع. او البيع لمدة ايه? لمدة اقل من سنة. انا اشتريت ارض. الارض دي انا مش هبني عليها حاجة في مشروعي او في شركتي. انا شاريها علشان استثمر فيها وهسيبها سنة او اتنين وبعد كده بيعها. اصبح ده اصل ايه? اصل متداول طالما لاقل من سنة. وطالما بغرض البيع. مش بغرض الاستخدام. افهم معي. ايه مثال للاصول السابتة? الات معدات اساس مباني اراضي. ايه مثال الاصول المتدولة? المغزون. النقدية. ادوات كتابية ومبعاط. المدينين واوراق القبض. عرفنا الفرق ما بينهم. الاستثمارات المالية. مسلا انا استثمرت مبالغ اه في البورسة او اه اه مكان. اللي شان تدعم المشروع بتاعي اصبحت اصول متدولة. جميل. طيب الخصوم هي عندي خصوم سابتة او طويلة الاجل وخصوم متدولة او قصيرة الاجل. ايه الخصوم طويلة الاجل المبالغ على الشركة? يجب ان تسدد في مدة تزيد عن عام. زي القروض. انا باقترض مسلا من الغير. مع تحفزنا عن الاقتراض من البنوك وفوائد البنوك. يعني انها رأينا حرام. ونترجع طبعا فيها ليه اه اسد زبنا من علماء الدين ونتأكد. خصوم متدولة او قصيرة الاجل المبالغ على الشركة يجب ان تصدد في خلال عام. في خلال عام. زي ايه? الدائنون واوراق الدفع. عارفنا الفرق ما بين الدائنون واوراق الدفع. تماما يا شباب? تمام. طيب. اذا انا شباب دلوقتي نقدر نعمل ميزانية واحنا متطمنين. وعرفنا ان الميزانية فيها حاجة اسمها اصول متدولة زي ان ادية المغزون المدينين اوراية القبض استثمارات مالية وادوات كتابية. وفي بعد كده اجمال الاصول المتدولة. بعد كده في عند الاصول السبتة الات ومعدات مباني واساس واجمال للاصول السبتة ثم الاجمالي الكل. الجانب اليسار هيكون عند الخصوم المتدولة. اللي هي الدائنين. اوراق الدفع. اجمال الخصوم المتدولة. والخصوم السبتة والقروض. زي القروض يعني. وبعد كده حقوق الملكية اللي هي رأس المال. لازم طبعا الجانب اليمين من الميزانية يساوي الجانب اليسار. الميزانية هنعملها دلوقتي ان شاء الله مع بعض نختم بيها المحاضرة بتاعتنا. نحبيت اول محاضرة دي تكون زي كرس كده مبسط لاي حد حابب يدخل مجال المحاسبة او يتعلم محاسبة ونلم فيها اكبر قدر ممكن من المعلومات. حضرتك هتعمل ميزانية دلوقتي بسم الله ما شاء الله بدون اي غلطة عايزك تكتب الارقام دي عندك. ووفقا للحاجات اللي احنا قلناها ابدأ حضرتك قم بتصوير الميزانية وتعالى تابع معايا الشرح مرة تاني. عندي نقدية بمتين اراضي بمتين مباني خمسمية مدينين تلتمية قروض طويلة الاجل بخمسمية دائنين بتلتمية رأس المال بتلتمية ادوات كتابية ومطبوعات بمية اوراق دفع بمتي طيب لو انا حبيت دلوقتي يا شباب احط الحاجات دي في اماكنها في اماكنها فهكتب منشقة شركة المتحدة. ماشي. في واحد وتلاتين ديسمبر. الاصول المتدولة طبعا هنحط المتين بتوع النقدية. تلتمية بتوع المدينين. ادوات كتابية ومطبوعات المية هنحطها برضو في الاصول المتدولة. طبعا النحاء التانية الخصوم قاسرة الاجل نحط الدائنين واوراق الدفع في الجانب اليسار من الميزانية. يبقى عندي اه اجمال الاصول المتدولة بستمية واجمال الخصوم قاسرة الاجل الخمسمية. عندي كمان اصول سبتة. الاراضي والمباني. اراضي بامتين ومباني في خمسمية بقى سبعة مية. وآآ اجمالي طبعا الخصوم قاسرة الاجل خمسمية. في عندي خصوم طويلة الاجل قروض في عندي خمسمية. وعندي رأس المال هو تلتمية لشركة المتحدة. اصبح دلوقتي الاجمالي الكل المدين الف وتلتمية. واصبح الاجمالي الدائن ممتاز. مرافو عليكم الف وتلتمية. دي كانت اهم المعلومات اللي احنا اتكلمنا فيها ان شاء الله في المحاضرة دي. وبازن الله شباب بوعدكم بكورس مميز جدا هنتعرف على طبيعة الحسابات هنتعرف ازاي نصمم خيود. وهنعرف نعمل كمان كل الشغل ده ببرنامج الاكسل. ازا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب. بلغوا زمايلكم اجعلوها زكاة للعلم. ان شاء الله في شهادة لمن ينهي هذا القرس. في نهاية الكرس بازن الله هنعمل اختبار اه اونلاين. حضرتك هتكتب الايميل بتاعك تحت الفيديو بعد ما تخلص خالص الكرس. وبعدك هنبعط لحضرتك الاختبار على الايميل. حضرتك هتجاوب عليه. ازا حضرتك اه نجحت واكتزت الاختبار باذن الله بنبعط لك شهادة من فريست ليرنينج اكاديمي الاكاديمية الخاصة بنا مجانا لوجه الله تعالى مختومة ومعتمدة وتقدر تحطها في اس في الخاص بك. ما تنسوش صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.